اهلا بحاجة أسد احمد. اهلا بيك يا فندي متفضل. حضرك انا كنت بس حضرك بيتكلم من دلوقتي على الهواء مباشر بخصوص قمة المناخ والمصاريف اللي بتتدفع والفلوس مين سيدفع عديل فاطورة? في غير الشعب المصري. انا ما عافش انا بسألك اهو. يعني حضرتك بتكلم في حاجة شي بتهريج ايه اللي بيعمله الراجل ده في البلد يعنيني لا لا بتكلم فيه والي تهريج اللي هو بيعمله هو ستركوش لا لا مش خاضرتك طبعا اه الرئيس بتاعنا او الحاكم بتاعنا او اللي احنا انتخبناه او اللي جايب انقلاب ايه اللي عمله في البلد انت انتخبته يا ملك اكتر ما هي جعانة لا يا فندم كنت اول واحد معارض لي طيب اذا دلوقتي هو دلوقتي الدنيا ماشية على عكس احتياج المواطن برأيك صح كده؟ خالط يا فندم النهاردة المواطن مش لاقي رقيب العيش حرفيا انت عارف يا ملاك رئيس الكتلة الانجلية داخل البرلمان؟ لسه كان له تصريح مهم جدا للأسف مش عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا بنعيب على الاخوان و بنقول ان الدين دخل في السياسة للأسف مش الاخوان بس كان او سياسة الاخوان بس في مصر لا الكل صدقني الكل كان عايز يهبش ويطير عايز فورسي انا عايز اطلع معاك دلوقتي بره اخوان ومسيحيين وسلفيين وليبراليين وعلمانيين والتقسيمات اللي مدهاش اي تلاتين لازمة دي انا عايز اتكلم عن مصر على عشان كنا قلت النائب البرلماني دا و بقولك الحد الادنى للاجور بيتا راجع من مية تاتة وسبعين دولار لمية وعشرين دولار ويرجع التاني يقولك ايه لا دا فيه فلوس واجور وكرمة وتكافل والجودة انتو حاسين بدوت يا فندم انا واحد عايش في مصر تشال مني التومين تشال مني التكافل والكرامة بتاعته اللي هو ادهان 300 جنيه اللي بص فيها وشالها ليه تشالت يا ملاك ما عرفش التومين تشال ليه ما عرفش ومنت ببلد ما انفعش تسأل فيها مش بلدك انت كويس انهم معايشينك فيها لا يا عم انت ليك حق المواطمة ودي بلدك وغزبنا عن اي حد دي بلدك حقيقي لا لا مفيش الكلام ده ده انا صديقني مش عارف اقولك ان انا طلعت على الهواء عشان اقدر اقول صاتي طلعت على الهواء عشان ايه طلعت على الهواء عشان ايه؟ عشان اطلع اتكلم اقول صاتي واحد من الناس اللي عايز يتكلم بص بص يا ملاك كل الناس بيتكلمنا والحمد لله محدش بيحصل له حاجة كمان مش هيمنعونا كمان ان احنا نتكلم ونوصل صوتنا يعني فانت جمد قلبك كده وصوتك بيوصل والدنيا كلها بتسمعك انا مش خاير انا مش خاير اللي احنا فيه الموت محصى اللي احنا فيه الموت محصى يما انت مدركت اتوكل عيالك موت موت محصى لا ربنا يبارك في عمرك انت عندك اولاد يا ملاك? ايش بتكلم اه عند اتنين. اسميهم ايه بقى? ارينو وارينا بنتين. طيب ربنا يعني يتربوا كده في عزك كده وتشوفهم يعني ويطلعوا كده يلقوا بلد كويسة عشان ابوهم بيتكلم في مصلحة البلد فيطلعوا يلقوا بلد يعرفوا يعيشوا فيها. ولا انت ايه رأيك? ولا يعني هيطلعوا يصدوا فواتير. اللي اقدر اقولولك احنا لنا ستين سنة من عبد الناصر لغاية النهاردة. تمام? سم العسكر بيبخوا فيودان الناس لغاية الان. ايه. بشكرك يا ملاك شكرا جزيلا واصلت رسالتك. ودائما وابدا اه البرنامج ده معمول عشانكم وعشان توصلوا صوتكم وتوصلوا رسائلكم وتعبروا عن رأيكم.